يعني رح نتزوج بعد يومين مو أكتر يومين؟ لا أنا مصرة أني اتزوجك اليوم بريد في حتى بدي نتزوج بهي اللحظة ما بدي روح لحفلة قبل الزواج شيرلين لو سمحتي حاولي مرة تفهمي علي الواحد بيتزوج مرة واحدة بس لهيك أنا حابب تلبسي أحلى فسطان عرس بالكون ويكون فسطان حلو كتير ومميز الفسطان لازم يكون حلو وبناسب مقامك العالي وبعرف أنه أنت ما بدك تلبسي فسطان عادي بهيك يوم مميز كتير ولهيك أنا مصر تلبسي أحلى فسطان بالدنيا فسطان بيشبه قصدي قول بيشبه فساطين النجوم يلي بيلبسوها بالأفلام شو رأيك؟ طيب ليش نستنى الخياط؟ مش هني خلص خياطة فسطان العرس في فساطين تقليد كتير حلوة وبتجنن ومميزة ورح تعجبنا كتير متأكد إذا نزلنا على السوق رح نلاقي طلبنا وين؟ يعني ترمبور عنده شغلات بتجنن أحزية وكمان ساري وفساطين أعراس وكلهم لمصممين أزياء معروفين كمان لهيك اسمع مني وخلينا نروح حلق نجي في فسطان العرس وخلينا نحكي مع الحكيم كمان يلا استني استني شوي شرلين ليش عم تفكري بي هالأمور؟ أنا رح أحكي مع الحكيم ليجي ورح أحضر كل شي مشان عرسنا ايه؟ انتي لا تاكل هم شي مفروض نتزوج بعد ساعتين ما بدنا نتأخر لازم اللحق نخلص مشان نحضر الحفلة تاف هاليوم المساء تعرف شو يا بريدفي؟ أنا كتير متحمسة رح نتزوج أنا وإنت بعد ساعتين رح أصير مرتك وأخيراً تعرف يا بريدفي صار لازم عن ناطر هاليوم ليجي وأخيراً صار كل شي بدون أي مشاكل وتوتر بارة حكينا بالموضوع واليوم رح نتزوج أنا كتير مبسوطة انتي مبسوطة بس أنا عم بعمل كل شي غصب عني لإني مشبور بسببك هاي هي حياتنا على سيرة حياتنا شيرلين حياتك رح تتغير وكل شي رح يتغير أصدر الأحسن طبعاً وقت انتي تصيري كنة عيلة لوترا فكري بالموضوع ولا تشغلي بالك بقي موضوع تاني اليوم ولا تنسي كمان لازم تفكري بحفلة زواجك من هذا التافه ري شاب وأنا هون رح أجهز لكل شي مشان عرسنا يعني لا تاكلي هم أي شي ماشي اليوم رح يكون حلو ليكي تذكري شيرلين ما لازم أي حدا منهم يعرف أي شي عن زواجنا ماشي لا تخاف بريدفي ولا حدا رح يعرف شي أبداً رح نتزوج بعض الظهر والمسا رح نروح نحضر الحفلة التافهة رح نتصرفه كأنه مو صاير شي أبداً بس الحقيقة بالعكس تماماً رح نكون نتزوجنا وبعد هيك ما بهمني شي مبسوط مثلي؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية